بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته من هو الإمام جعفر الصادق؟ هل كان محدثاً ويعلم الغيب؟ هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة مواضيع عن الإمام جعفر الصادق تحدثنا في الحلقتين السابقتين تحت عنوان هل كان الإمام جعفر الصادق إماماً معيناً من قبل الله؟ وفي الحلقة الثانية هل كان حجة من الله؟ وهناك حلقات أخرى الحلقة الثالثة هذا اليوم بعنوان هل كان محدثاً ويعلم الغيب؟ والحلقة الرابعة في اليوم غد إن شاء الله وفي الأيام التالية هل كان صادق مفوضاً في التشريع له ولاية تشريعية؟ الحلقة الخامسة هل كان حديثه صعباً مستصعبة؟ والحلقة السادسة هل الولاء لأهل البيت ركن من أركان الإسلام؟ الحلقة السابعة والأخيرة هل كان الصادق يمارس التقهية في الفتية والجرح والتعديل؟ نطرح هذا الموضوع في الحقيقة من أجل محاربة الغلو لأن الغلو في الأئمة وفي أي شيء يفرق المسلمين ويجعل من من يعتنق ذلك الغلو ديناً مستقلاً يبعده عن أن يكون مذهباً مثل المذاهب الإسلامية الأخرى المقبولة والمعقولة في إطار الإسلام أما عندما نغالب الأئمة فإن ذلك يخرجنا عن دائرة الإسلام ويدخلنا في دائرة الشرك والعياذ بالله أو دائرة المفاهيم البعيدة عن الإسلام وطبعاً المذاهب الإسلامية المعتدلة هي التي تدور في إطار القرآن الكريم فأي فكرة خارج إطار القرآن تعتبر غلو ولذلك نحاول أن نبحث اليوم أنه هل كان محدثاً ملاكة تنزل عليها وكان يعلم الغيب كما يقول الغلات الذين نحاول التبرؤ منهم إن شاء الله فإذن هل كان الصادق محدثاً ويعلم الغيب؟ في ظل افتقاد الإمامية كما تحدثنا في الأيام السابقة الإمامية فرق عديدة وليست فرقة واحدة فيهم المعتدلون وفيهم المغالون المعتدلون يعتقدون أن الأئمة هم رواة أحاديث عن النبي فقط ليس أكثر من ذلك المتطرفون والغلات يعتقدون لها الأئمة مثل الأنبياء بمنزلة الأنبياء وبعضهم يعتقد أنهم فوق الأنبياء فهذا نوع من الغلو اللي يخرجنا عن الدين بحقيقة هي سلسلة مقولات يعني أفكار فرضية أو نظرية نظرية تجر نظرية فرضية تؤدي إلى فرضية ووهم يؤدي إلى وهم ونقع فيه العالم الخيال والمثال والغلوب تحدثنا في الحلقتين السابقتين أنه هل كان إماما معين من قبل الله؟ طبعا لا هل كان حجتها من الله؟ الله معين حجة؟ مو معلوم هالشيء هذا ما أدنا أي دليل عليه فمجرد أقوال دعاءات تنسب إلى الباقر والصادق أنه نحن حجج الله طيب شنو دليلكم؟ من أنتم؟ كيف أصبحتم حجج؟ يعني من أسماكم؟ من عينكم؟ من نصبكم؟ كل هذا ما موجود؟ باعتراف الشيعة الإمامية أنه ما موجود أدنا أدلة على ذلك في ظل افتقاد الإمامية للأدلة الشرعية الكافية على كون جعفر الصادق أو غيره من العم هو الحجة المعين من قبل الله تعالى لجأ الإمامية إلى الدعاء ألم الإمام بالغيب أنه هذا صحيح ما علي نص ولكنه كان يعلم الغيب وقدرته عن الإتيام بالمعاجز هم يعلم غيب هم يجيب معاجز ودعى مثلاً هشام بن الحكم هذا اللي هو منظر النظرية الإمامية بالحقيقة فيلسوف النظرية الإمامية نقدر نسميه كان معاصر للإمام الصادق اسمه هشام بن الحكم ادعى هذا الشخص أنه أجرى مناظرة حول الإمامة مع رجل شامي من هو هذا الرجل ما يقول لنا؟ بدون أسم يعني في حضرة الإمام الصادق في حضوره يعني جرى حوار بينه وبين رجل شامي على حرف جبل في طرف الحرم وأن رجل شامي سأله عن الحجة بعد القرآن والسنة فقال له هشام هذا الجالس هذا الحجة يعني أبو عبد الله الذي تشد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء وراثة عن أبن عن جد فقال شامي وكيف لي بألم ذلك؟ أنت قاعد تدعي دعاء؟ أنت قاعد تدعي دعاء؟ إمام الصادق يعلم علم الغيب هذا دليل إمامته طبعا هذا سطورة واحد مألفها ودينسيبها للإمام الصادق إشان نصدقه إحنا فأقبل الشامي كلما وصف له شيئا من أمره يقول صادقته والله فإذن ثبتت إمامة الإمام الصادق لأنه كان يعلم علم الغيب كان مرافق هذا الرجال من الشام إلى مكة هاي رواية موجودة في الكلين كتاب الكافي كتاب الحجة باب الاضطرار للحجة حديث رقم أربعة والمفيد أيضا نجي نقولها بعدين في كتاب الإرشاد صفحة 278 و289 ينقل هذه القصة حتى يثبت أن الإمام الصادق كان إمام معين من قبل الله وقال عمار الصاباطي أيضا هذا واحد معاصر كان من أصحاب نظرية الإمامة يقول سألت أبا عبد الله أن الإمام يعلم الغيب هل أمن أن أعتقد بهم هذا الإمام يعلم الغيب فقال لا ولكن ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك شلون يعني يعني صار يعلم الغيب إذن أول شيء يقول لا بعدين يقول نعم إذا أراده يعني بطبيعة ما يعلم بس وقت ما يريد الله سيعلمه هذا أقول له وأن الإمام وأن الإمام إذا شاء أن يعلم علم إذا يريد فالشيء يعلم مثلا يصور فالشيء إذا أعلم فالشيء يجري في أمريكا في كندا في مكان ثاني مثلا في نفس اللحظة العلم يجي عنده يعني نزل عليه وحي وعن سيف التمار كل منذول أصحاب نظرية الإمام وعن سيف التمار قال كنا مع أبي عبد الله جماعة من الشيعة في الحجر قاعدين في الحجر حجر الكعبة يعني حجر إسماعيل فقال علينا عين شوفوا الرأي شنو متناقضة هنا الإمام دي يشوف يقول ألينا جواسيس يسمعونه ولا لا فقال علينا عين فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نرى أحدا فقلنا ليس علينا عين ماكو أحد فقال ورب الكعبة ورب كذا ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما صار أعلم من أبي موسى ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما لأن موسى والخضر عليهم السلام أعطي المماكان ولم يعطي أعلم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله وراثة شوفوا واحد له شوي ينتبه للرواية هو ما يعرف أكو حوالي جواسيس لو ما أكو فيسألهم أكو جواسيس حوالينا قالوا لا التفت ويمنا ويسرى قالوا أنا ما أكو جاسوس وبعدين شي يقول أنه أنا عندي أعلم الأولين والآخرين ما كان وما يكون وما هو كائن شونا الكلام هذا هذا الرواية نفسها ترد نفسها بنفسها يعني تنقض نفسها بس يجيبوها هالأساطير ميل تفتن إلى أحيانا هذا كله بالكافي والمصادر كلها موجودة في نشرتنا في أسفل هذه المقالة وموجودة في كتابي التشيوع السياسي والتشيوع الديني فصل الخامس كلها البحث على الموجود ورووا الإمامية عن أبي عبد الله أنه قال أن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم ساعة بعد ملايين السنين مليارات السنين الله أعلم كل شي راح يحدث بالدنيا نحن نعرف شو راح يصير وما يحدث بالليل والنهار الأمر من بعد الأمر والشيء وبعد الشيء إلى يوم القيامة جاء نبي محمد ما كان نعلم علم الغيب شو أنت صارت أعلم نبي محمد هذا الغلو يخرجنا عن الدين حقيقة ويفرق المسلمين وفي رواية أخرى أني لأعلم ما في السماواتي وما في الأرض مو بس بالدنيا حتى بالسماوات بالسماواتي والأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون قال الراوي ثم مكثه نيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه صافة شي صعب هذا ما يتحمل الكلام فقال رقعها يعني بعدين قال علمت ذلك من كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل يقول فيه تبيان كل شي يعني فيه تبيان كل شي من الأحكام الشرعية من العقائد ما في الدنيا وما سيحدث في الدنيا اليوم القيامة هذا تأويل تعسفي وما أعرف إلي ما مصادق يقول الكلام أستبعت جدا بس ينسبوه ينسبوه لكلام هذا حتى لو قاله هو هذا قولهم بدون دليل وقالهم تعسفي ما يمكن نقبله من أحد يخالف القرآن يقول نبي أنت ما تعلم المنافقين اللي حواليك بالمدينة قسم تعرفهم وقسم ما تعرفهم فشلون هذا الشخص يجي يقول لك أنا إمام وعندي علوم الأولين والآخرين هذا تفخيم وبالتالي من يعتقد بذلك سوف يعني يكون ويؤلف دينا جديدا بالحقيقة وقال محمد بن مروان أن أبا عبد الله قال أن الإمام لا يسمعه في بطن أمه هو بعد ما متكون شلون يسمع فإذا صار الأمر إليه جعل الله له عمودا من نور إذا صار هو إمام الله خليه لفد عمود نور يقوم يشوف الدنيا كلها مثل أشعة ليزر يعني فيبصر به ما يعمل أهل كل بلدة يشوفهم كلهم أقمار صناعية شنو يعني وإذا قام بهذا الأمر رفع الله له في كل بلدة منارا ينظروا به إلى أعمال العباد هذا نيو محمد لا كان يسوي ولا أحد من الأنبياء السابقين فشوفوا شلون الناس جايين يفتعلون هالقصص والأحاديث ويكبرون من الأمي يغالون فيهم هالغلات وبالتالي تصبح أقائد الآن روحوا بالنجف سألوهم سألوا الشيوخ المراجع يقولون إيه صحيح 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 إيه ابحث شوي في الموضوع دكيك ابحث تأكد مو تجي تروي الأشياء على المنابر وتكتبهم بلكتب وما عندك علم فيها ولا محقق ولا مدكر ويبدو التلازم بين دعوة الإمام الإلهية أن هذا لازم إمام من الله معينه شلون ما عنده علم ما يصير فلازم يسأوله علم يعني القول بأن هذا إمام معين من قبل الله يؤدي إلى هاي النظرية أنه هذا لازم عنده علم من الله أيضا فأكو تلازم بين دعوة الإمام الإلهية ودعوة علم الغيب واضحا في الروايات التالية خلنشوفها التي يرويها الكلين عن أبي عبد الله أنه قال أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة لله على خلقه هذا شلون إمام ما يعرف ما يعرف ما يصير به ما يصير بالدنيا فمو معقولة وإن الله أكرم وأرأف وأرأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء فلازم أنت أنا تقارير تجيني يومية كل صباح وفي الليل ومني قال لك معي من قبل الله ومني قال لك هذا الإمام معي من قبل الله فبس أكد لازم يا ميسي لما واحد ورط فالورطة قال فالكلام أن هذا الإمام معي من قبل الله فلازم يجيب لألوم أيضا من الله صباحا ومساء تقارير تجي يومية وأنه قال عجبت من قوم يتولون ويجعلون أئمة ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم فإنقصونا حقنا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد الألم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم موسير من معقولة لازم الله يطيهم ألم فشوفوا المقولة الأولى أنه الله معينهم فإذن لازم يطيهم ألم ومن هنا شوفوا هالروايات صدقوا بيها مشايخ الطائفة الإمامية الأثنية عشرية ومن هنا قال الشيخ المفيد في كتاب الثكلان عنده كتاب بعد بحث موضوع اشتراط الأسمة في الإمام قال الإمام لازم يصير معصوم يعني الرئيس الحاكم السلطان لازم يصير معصوم وإذا ثبت قال إذا ثبتت هذه الأصول وجب إبانة الإمام من رأيته بالنص عليه شونا نعرف الإمام أول شيء يسوي نظرية لازم الإمام معصوم فإذا قلنا إيه نعم الإمام يجب أن يكون معصوم أي رئيس يعني في العالم فلازم نعرفه كيف نعرفه بالنص عليه إذا ما في نص الألم المعجز الخارق للعادات أنت ألم معجز وخارق للعادات ما أحد ما يعرف مثله إذ لا طريقة إلى المعرفة بما تجتمع له هذه الصفات إلا بنص الصادقة عن الله تعالى أو المعجز لاحظوا كيف انتبهوا إلى كلام الشيخ المفيد يقول إحنا ما يمكن نعرف الإمام اللي بهال الصفات هالصورة المثالية الخيالية اللي سوناها إلا إلا بنص بنص صادقة عن الله النبي أو الإمام اللي قبله وإذا ما في أو المعجز فصحنا هذا دليل الإمامة الأجاز وهذا فالشي وهمي خرافي أسطوري ما إلى حقيقة لا أدم معجز ولا هم يحزنون وقال سيد المرتضى في الشافي عند كتاب اسم الشافي بعد بحث موضوع الأس ما نفس الشيء يقول إذا ثبت ذلك وجبت إبانته بالنص أو المعجز وقال الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي إيجاب النص على الإمام أو ما يقوم مقامه إما أكو نص إيجاب النص على الإمام أو ما يقوم مقامه إذا ما عندناه طبعا أكثر كل الإمامات كوا عليهم نصوص أو ما يقوم مقامه من المعجز الدال على إمامته يعني شون يصير الإمام لا عليه ناص ولا عدم معاجز ولا يعلم ألم الغيب يصبح إنسان عادي وهو إنسان عادي في الحقيقة ما عندناه معاجز ولا ناص ولا ألم الغيب ولا مهزنون بس هاي في الخيال يسوونها للنظريات هذه ويضيف الشيخ الطوسي بعد ويقول ولا بد مع صحة هذه الجملة إذا نحن يعني سلمنا بهالموضوع من وجوب النص على الإمام بعينه لازم أكو نص عليه وإذا ما أكو نص شنسوا يا شيخ الطوسي أو إظهار المعجز القائم مقامه عليه لازم أن نفذ معجزة حتى نقدر نعترف أنه هذا إمام وقال العلام الحلي في نهج الحق إن طريق تعيين الإمام أمران النص من الله تعالى أو نبيه أو إمام ثبتت إمامته بالنص من قبل يعني هاي طريق النص يعني أو ظهور المعجزات على يده طبعا رحوا وبحثوا التاريخ شوفوا تاريخ الأم ماكو أي واحد على نص بالإمامة فقط الإمام علي علي نصوص خفية ومو جلية مو واضحة وصريحة بالإمامة بفضل الإمام علي أما بقيت الأمة يبدأوا من حسن والحسين وزين العابدين يقول ما عدوا أي نص بالإمامة نص صريح وقوي وثابت ما في أي نص فشي يسوون لازم يفتدعون فالشي دليل جديد حتى يكونوا هالنظرية ويركبوها على هؤلاء الأشخاص اللي يسموهم أئمة فيقولون المعجز عندهم معاجز وعنده المغيب وعنده كذا وسنجي على المحدث النصوص كلها ترى المصادر كلها موجودة من كتاب الكافي وغيره هل كان الصادق ومحدثا يعني الملاكة تنزل عليها تحدثه يجعله وحي يعني وكما ابتلي الإمام محمد الباكر بالغلات الذين نسبوا إليه القول بنزول الملائكة وتحدثهم معه روايات عديدة روية الكافية أيضا ابتلي ابنه الإمام الصادق بذلك أيضا حيث نقل الغلات عنه أنه قال مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه ماض وغابر وحادث فأما الماضي فمفسر وأما الغابر فمزبور وأما الحادث فقدف في القلوب قدف في القلوب يجي ونقرم في الأسماء هو هذا الوحي الوحي الأنبياء شنو كان لو بالحلم لو في الشيء الهام يجي وهو أفضل علمنا هذا صار مثل النبي يعني بس يضيف ولا نبي بعد نبينا ما أنتصرت نبي إذا الكلام على ذلك صحيح يعني ما مصادق هذا صار النبي يعني شنو الفرق عن النبي دين جعله وحي يعني وأنه أجاب الحارث ابن المغيرة عندما سأله قائلا أخبرني عن علم عالمكم أنت شلون علمكم من وين يجي ترحون مدرسة تتعلمون ولا من وين قال وراثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي قال الحارث إننا نتحدث أن يقذف في قلوبكم وينكت في آذانكم أنه سامعين يعني إشاعات أو ناس يقولون أنه يجيكم نكت في القلوب أبو هذا فقال أو ذاك يعني إيه مثل هذا تقريبا ما قال له بصراحة قال له إيه مثل هذا أو ذاك وزعم أبو حمزة أنه سأل الصادق عن الألم أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم تقرؤونه في كتب لأدكم يعني فتعلمون منه فقال طبعا هذه الروايات أكدنا لإمام الصادق يقول ما عندي شيء إلا روايات عن آبائي وإجدادي هنا دول الغلاد يفتعلون روايات كاذبة وينسبوها للإمام الصادق يقول له الأمر أعظم من ذلك وأوجب أما سمعت قول الله أزوجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان طب هذا الله خاطب النبي أنت شلون طبقت نفسك يا النبي مثلا قد كان في حال لا يدري ما الكتاب النبي ولا الإيمان حتى بعث الله تعالى الروح التي ذكر في الكتاب فلما أوحاها إليه علم بها الألم والفهم وهي الروح التي يعطيها الله تعالى من شاء مو بس النبي الذي يعطيها أي واحد كان وأنا واحد من أعدهم يعني فإذا أعطاها عبدا علمه الفهم يفتهم كل شي يعني دعاءات فارغة بلا أي دليل طبعا وروا سماعة عن أبي عبد الله أنه قال إن الله إن لله تبارك وتعالى ألمين ألم أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمنا كل علوم الأنبياء كل جتأدنا وألم استأثر به هذا أدم إضافي حتى الأنبياء ما منطي الله وألم استأثر به فإذا بدأ لله في شيء منه أعلمنا ذلك وعرض على الأئمة وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا علم جديد يجيهم ليس علم اللي كانت عن الأنبياء والملائكة السابقين علم خاص هذا من الله هذا صرف شيء أعظم الأنبياء وكلهم يعني وروا وروا أبو بصير أيضا عنه أنه قال إن الله عز وجل ألمين ألم أنده لم يطلع عليه أحدا لم يطلع عليه أحدا من خلقه وألم نبده إلى ملائكته ورسله فما نبده إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا هذا شوية قل الموضوع قال علوم الأنبياء والمرسلين إجاء إنا أما ألم الخاص بالله هذا أند الله باقي وزعم أبو بصير أن الصادق أكد له مرافقة الروح للأئمة الروح القدس يجيو ويأيهم ويأي النبي عيسى الأئمة أدن فتشي اسم الروح ويأيهم وهو خلق من خلق من هذا الروح شنو هذا الروح وهو خلق من خلق الله أزوجل أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ويسدده وهو مع العيمة من بعده شنو هذا هذا خيال خيالات حقيقة عجيبة غريبة شنو أعظم من ميكائيل وجبرائيل ومع النبي ومعاك أنت شلون هذا شنو دليلك يعني واحد يقعد يتخيل يسوي روايات روايات يعني خيالية يكتبها الشكل دولا والغلات كل هذا شغلهم ونقل آخرون عن الصادق أنه قال منذ أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد ما صعد إلى السماء وأنه لفينا هذه الروح داخلة فينا فإذن هو يصبح عنده علم الأولين والآخرين وقال في تفسير قوله تعالى يسألونك عن الروح كل الروح من أمن ربي يسأل الله ما جاوب يسألونك عن الروح كل الروح من أمن ربي خلاها مسألة غامضة لا تحكي عنها بتفصيل بس هنا يأتي الحديث عن إمام الصادق ينسبون طبعا إلى أنه يأتي فسر إمام خلقهم أعظم من جبرائيل وميكائي ولم يكن مع أحد ممن مضى غير محمد هذا حتى مع عيسى ما كان موجود بس محمد وهو مع الأئمة يسددهم وليس كل ما طلب وجد أو وجد هذال فالبيئة موبوءة كانت من الغلاط كانوا يسألون يعني نظريات مغالية منحرفة عن الدين وينسبوها لأهل البيت افترى بعض الغلاط على الإمام الصادق فنسبوا إليه القول بتحريف القرآن من أجل إثبات دعوة تحدث الملائكة معه وأنه قرأ الآية التالية هكذا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث أضاف عليها وعرف المحدث وعرف المحدث شنو هذا المحدث منه هو بأنه الذي يسمع الصوت ولا يرى الشخص يسمع الملائكة يعني بس ما يشوف الملائكة ويعطى السكينة السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام ملك ونقل الغلاة عن الصادق دعوة تنزل الأمر على ولي الأمر بعد رسول الله وإصراره على هذه الدعوة إلى درجة انتقاد المخالفين لها الذين يقولون مضت ليلة القدر مع رسول الله تنزل الملائكة والروح في زمن رسول الله وخلصت بعد ما تنزل كل يوم أكلناس كان يقولون هكذا فالإمام يقولهم لا يعتبر ذلك فتنة أصابتهم خاصة وبها ارتدوا على أعقابهم لأنهم قالوا لم تذهب فلابد أن يكون الله عز وجل فيها أمر وإذا أقروا بالأمر لم يكن له من صاحب بد لازم أكون عند صاحب عليما تنزل الملائكة لازم واحد موجود فهو افترض أنه ذاك الشخص والملائكة تنزل عليه كله فرضيات في فرضيات دين هذا الدين الوهمي قائم على مجموعة أساطير وخرافات وفرضيات وهمية وأنه وأنه استدل بنزول الملائكة في ليلة القدر على وجود صاحب الله على مدى الزمان قال ما يصير مدام ملائكة تنزل في كل ليلة القدر فلازم أكو واحد موجود إمام تنزل عليه منين جبت الكلام هذا ماتين لا تسأل من بعد وعدم اختصاص صحاب رسول الله هذه طبعا كل روايات بالكارم ورمال كلين من أحاديث الغلاة عن الصادق أنه قال إن الملائكة تصافح الأئمة على فروشهم قبل شوية رواية يقول لا ما يشوف هم ولا بس يسمع كلامه هس لا يجون أنه قال إن الملائكة تصافح الأئمة على فروشهم وأن هم ألطف بصبياننا منا بهم حتى لعبون الصبيان ما الأئمة وأن ه ضرب بيده إلى مساورة في البيت مخدات وقال مساورة طالما تكئت عليها الملائكة خطية عبانين كانوا ذلك الملائكة إجاء وتكئوا على هالمخد قاعدوا هنا وربما التقطنا من زغبها أدهم ريش وإحنا نلتقط ريش مع الملائكة شون طيور هم الملائكة حتى تلتقط ريش معهم وروا بعض الغلاد تفاصيل عند عواهم تحدث الملائكة مع الأئمة قام يشرحون أكثر بعد يجيبون وحاولوا أن يجيبوا على تساؤلات بعض الشيعة الرافضين لها قسم كبير من الشيعة قال شون ما يدعي المحدث سماعه قالوا إذا هذا كلام صحيح إمام صادق يقول أنا محدث فمحتمل هذا الشيطان دي وحيله وكيف يعرف بأنه ملك وما دي يشوفه مثلا فروا عن أبي عبد الله أنه قال يعطى السكينة والوقاف حتى يعلم أنه كلام ملك من يقول لك لا من يقدر يناقش كل حد ما يقدر يرد ويناقش كما أجابوا عن تساؤلات أخرى بالتفوق علم العمة على علم النبي إن صح الدعوة التحدث إذا الملاكي يحدثون العمة باستمرار فرح يجيبون علم جديد النبي لم يكن عند ذاك العلم وحاولوا أن يحلوا ذلك الإشكال بالقول شلون صارت تسرط أعلى من النبي قال ليس يخرج شيء من عند الله عز وجل حتى يبدأ برسول الله اللي هو ميت الآن ثم بأمير المؤمنين ثم بواحد بعد واحد حتى يوصل لكي لا لكي لا يكون آخرنا أعلم من أولنا ما يصير هذا يشك ما يمر عن النبي هل ألم هذا فإحنا صارنا أعلم من النبي طبعا وهو الكلام يؤدي لها الكلام هذا ودعى أبو يحيى الصنعاني أن الإمام الصادق حدثه عن صعود أرواح الأوصياء إلى السماء لطلب المزيد من العلم ليس فقط ينزل عليهم وحي وتنزل عليهم ملائك لا هم ومسعدون لسماء لطلب المزيد من العلم فقال يا أبا يحيى إن لنا في ليالي الجمعة لشأن من الشأن فقال جعلت في داك وماذا لك الشأن قال يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم اللي هو أنا مثلا يعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربها فتطوف به أسبوعا يعني سبع مرات وتصلي عند كل قائمة من قواعم العرش ركعتين ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سرورا ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الغفير ساعد ما زايد ساعد السماء ويجزيل مو بس ملائكة تنزل عليه وفي رواية أخرى إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله وافى رسول الله العرش ووافى الأئمة معه ووافينا معهم فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بألم مستفاد ولولا ذلك لأنفدنا كان خلص ألمنا بعد ما عندنا شيء جديد وبالرغم من أن هذه المقولة تكاد تشبه دعواء النبوة وأكثر من النبوة إلا أن هؤلاء الغلات حاولوا التخفيف من وقعها فنقلوا عن الإمام الصادق أنه قال الأئمة بمنزلة رسول الله إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي النبي كان مفتوح عنده فأما ما خلى ذلك ما خلى مسئلة النساء يعني فقط أربعة ميسر أكثر فهم فيه بمنزلة رسول الله وإنما الوقوف علينا في الحلال فأما النبوة فلا هذه الإمام الصادق قد يقول ترى أنه مو النبي وقد رد الإمام الصادق على هؤلاء الغلات بالقول إن الله عز وجل ذكره ختم بنبيكم النبيين فلا نبي بعده أبدا وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده أبدا وأنزل فيه تبيان كل شيء وخلقكم وخلق السماوات والأرض ونبأ ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم وأمر الجنة والنار وما أنتم مصائرون إلي زين بس خلي هذا الحديث الأخير ينفي هالأشياء لني بس الأحاديث مع الغلات اللي هي منتشرة على الآن منتشرة حتى بعض المراجع من يدعون المرجعية الآن أنا عرفهم بأسمعهم وكاتبي بكتبهم وإن شاء الله حدثكم بأسمعهم وأسمع كتبهم في المستقبل هذول الغلات مصيبة هذول يخلقون دين جديد يخرجون الشيعة من الإسلام بعد أن يجون الوهابية والسنة مثلا يقولون أنت الشيعة مو مذهب مو مذهب إسلامي أنت صرتوا دين آخر مستقل طبعا عامة الشيعة ما يعرفونها الروايات ولا يؤمنون بيها ورب ممكن ولا سمعين بيها بس هذه الروايات الشيخ عبد الحليم الغزي يمكن يعيدها وينشرها لأنه ما يحقق ولا يبحث ويصدق بسرعة هالروايات كلها مروية عن الباكر والصادق يعني ما أدري شلو لو افترضنا الباكر والصادق قال هالكلام وهذا بعيد جدا أستبعد تماما لو افترضنا الباكر والصادق كلها الروايات صحيحة منسوبة إلى يعني نحن نقول له أنت تجيب جين جديد هذا مو مذهب مصر مذهبها جعفري وأنت أكل كلامك بدون أي دليل كلها كلام أنه عدم معاجز تنزل عليهم ملايك يشوفون يصعدون ينزلون ما دليلك على ذلك عندك قرآن أن يوم محمد كان يقول الوحي ينزل علي ما دليلك سألوه أهل المشركين والأهل القريش ما دليلك ما أنا أعرف أنت نبي قال هذا القرآن عندي معجزة القرآن الخالدة ما معجزة ديمان باقر ومعجزة ديمان الصادق تكلم الحجر الأسود معه مثلاً أو لا أعرف معجزة أم أم عمار الوالبية ما أعرف منه هذا أني حيات ترى كلهم ما لهم دليل وما يشكل لا مذهب ولا دين أنا ناس يعني أنا مرة أخرى أؤكد أنه كل هالكلام مكذوب وهذا الكافي مملوء من هالأكاذيب مملوء من هالأكاذيب بس العتب مو عن الكافي العتب على الناس اللي يجيون الآن بعد 14 قرن ويصدقون هالروايات وينشروها ويعيدوها ويؤمنون بيها وبالتالي يخلقون نوع من التطرف عند الشيعة وهذا التطرف يخرج الشيعة يقسم الأمة الإسلامية ويخرج الشيعة عن الإسلام وبالتالي يعتماد بيد المتطرفين والدوائش اللي يجيون ويقتلون الشيعة ويكفروهم يقولون أنتوا دمكم حلال ونسوانكم حلال وأنتوا صرتوا كفارهم مشركين طبعاً هذا ما يصير موجوز ولكن هذا هذا الكلام هو الذي يعطي المبررات ويجب على العلماء في الحوزة حوزة الألمية ليس الحوزة الأمية أن تجتهد تصفي وتنتقد وترفض هذه الخرافات والأساطير المنسوبة لأهل البيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته